السؤال بعد كده بيقول ايه حكم اني بمنع والدتي من زيارة والدي في المقابر خوفا عليها وعلى صحتها لانها لما بتزور بتفضل تعاية وتقلب المواجه على نفسها وانا بحاول امنعها خوفا عليها ليس الا الشعور اللي انت بتشعر به شعور صادق وكأن هذا هو المعنى اللي من اجله لازم ننظم مسألة زيارة المقابر زيارة المقابر لها مقصد اساسي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا انني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر بالاخرة فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل زيارة المقابر لكي نعرف اننا سنلقى احبابنا في عالم اوسع في عالم ارحب لا ان هي تجدد الاحزان وتفقد الانسان صبر على البلاء ولا تفقد الانسان ثقة بان الله سبحانه تعالى يحبه وثقة بان من ذهب ذهب الى الكريم الى ذهب الى الرحيم ذهب الى الودود وتفقد الانسان حسن ظنه بالله ولذلك اللي انت بتعمله ده لا بأس به ولكن اذا اردت ان انت تعمله بشيء من العقل وشيء من الحكمة يكون افضل ليه لان انت في الحقيقة هي المسألة ان كثير من النساء ان كثيرا من النساء عندما تزور من فقدت تزوره من قبيل الوفاء فبعض الاحيين لما تيجي تمنعها هي هي تشعر بانك وكأنك تريد ان تدخل على قلبها ان والدك اصبح لا قيمة له فانا شايف ان احنا نعمل ثلاث حاجات الحاجة الاولانية ان احنا نحاول بقدر الامكان ان هي تخليها وهي بتزور ان تذهب لمؤانسته لا لانه ذهب الى العدم واحنا عندنا ان اهل المقابر رسول الله سلم حدثهم وقف على مقابر على قليب بدر وسأل الناس قال ان وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فالصحابة قالت الرسول الله كيف تكلم الناسا وقد ارموا قال انهم اسمعوا الي منكم واحنا حتى لو ما بنعد على المقابر بنعمل بنقانس ان المقابر بان احنا نقول ايه السلام عليكم دارا قوم المؤمنين يبقى اذا لما تذهب اليه زي ما هي كانت في الدنيا كلام العقل بقى اللي يخليها تقدر تسمع كلامي اذا ذهبت اليه ما تدخليش على قلب الحزن الفرد هو في سعادة وفي ساعة وفي رحمة وبركة من الله سبحانه وتعالى ما تكونيش انت مصدر 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 حزنه ولكن اذهبي اليه وانت بتانسيه واستشعري ان هو سامع فهذا الكلام هيطمئنها ويخليها تقلع عن العياط فانا رأيي ان انت لا تمنعها من الذهاب ولكن ترشد تسلوكها بان هي بتتعامل مع شخص مش عدم ولكن بتتعامل مع شخص عنده روح وتستطيع ان هي تتعامل معي ده اول حاجة تاني حاجة ان هي علمها ان هي وهناك بدل ما تعد تعيت وتقلب المواجع تدعي الحاجة التالتة علمها ان هي تعمل صدقة جارية وسواب يصل اليه يعني علمها ان تقرأ القرآن هناك فلما تقرأ القرآن تعمل ايه تقرأ القرآن وتقول له يا حبيبي زوجها هي بتكلم زوجها تقول له يا حبيبي ان شاء الله اللهم هب مثل ثواب قراءتي للقرآن لزوجي وهذا يصل اليه يصل اليه بلا شك يبقى التالت حاجات دولة نرشد لان هي في الحقيقة انت بدل هي وصلت الى هذا الحال هي لن تقبل منك ان انت تمنعها انت بتقول لي انت خايف عليها لما تقولها عمل لها ده عمل لها كأنها هي رحة ببرنامج اول حاجة هي بتكلم حده وبتأنسه فهو حاضر معه ويحاضر معه الامر التاني ببساطة خالص 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 علمها ان هي لما تروح هناك تدعو له الحاجة التالتة علمها انها تعمل عمل صالح وتهب مثل ثواب هذا العمل الصالح ومن اقرب الاشياء اللي بيعملوها الناس انها تدعو الله سبحانه وتعالى انها تقرأ القرآن وتهب مثل هذا او تتصدق وتقول اللهم هب مثل ثواب صدقتي هذه لزوجي يصل باتفاق ان شاء الله يصل كما نصل امام القرافي على ان هذا يصل لانه من الدعاء المستجاب فيصل الى هذا الميت بهذه الطريقة تستطيع ان انت ترشد ذهبه الى المقابر وتستطيع انها تجي تسألك سؤال طب انا ممكن اعمل الكلام ده وانا هنا او ممكن تقولها ساعتها انت ممكن تعمل الكلام ده وانت هنا وان شاء الله يصل اليه يبا اذا هذا هو الرشد في التعامل مع حالة والدتك لان في الحقيقة وتدعم فكرة انها وفية لولدك مش ان هي بتعمل شيء يؤذيها فيتظن ان انت والدك كأنك نسيته لو عملت كده انا اظن هيكون احسن ويكون اوفق وتسمعش كلام ان احنا عايزين نمنع السيدات من زيارة القبور لان الناس خجاء عاما فيدخل فيه زيارة النساء للقبور